ايه بقى قصت بقوله في الشبح اللي عندوكو في البيت البيت في عندوكو شبح او عفريت في الـ اه دي في الفيلا اللي كنا قاعدين فيها لما اخدناها انا انا كنت لسه مولودة وكان في عزة امونا واختي التانية لسه متولدوش وكانت متسلسلة بالشمع احمر وكده وجي ابوها بالبوليس ودخلوا وحاجات كده وعشان مامي كانت عجبها او الفيلا اه اخدنا الفيلا وقعدنا فيها وابويه وقتية بقى كان بيسافر كتير وكده وانت خطوية كان فيها صراع قبل كده ولا اشتغتوها اه اشتروها من الحكومة اه من الحكومة فهي كانت بتاعة سلفاتور سيكورال اللي هو صاحب محلات سيكورال اه فما احنا كناش نعرى بها هو تقتل فيها ومراته وابنه واي من فوق السطوح وهو بيجيب مانجا فيها بقى وانتو نايمين واحنا نايمين فأمي بقى كانت بتوضب في البيت وكده احنا نايمين فوادنا وهي بتوضب بتسمع زي حد بيمشي في البيت نفس فقالت له يا شفي انا في حد في البيت معنا قالها انتي مجنونة وحتجلني العيال قعد قعد كده سنين 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 لحد ما جيه قالها هاتي اخوك يقعد معك وهو مساف والخالي ده كان وقتها كان عنده 24 سنة وكان بيذاكر في القودة بتاعت والدي اللي هو تقتل فيها سلفاتور وقودة والدتي زي من هنا كده مشوار يعني اه فتعب من المذاكرة طف النور وحت رأسه كده على المكتب وبس لق زي البركيب يتقطع كده وبعدين بيبص جنب بس لق واحد جاب زي زي اسيس كده وفعنيه حمرة خالص ومسك فنوس هو كان دايما بيطلع بفنوس اه فامي ده لها حسيسي اول السي كانت في قودة ابويا السي التانية كانت في قودة امي واقف وكل شعر واقف مترتق ابيض ابيض مش هزار ابيض من الخوف والله قال لها اللي امي هدوه مكوه مش دلوقتي البيت ده مسكون قاعد وعال حد ما جاء ابويا قاعد برضو لا ازاي ومش ازاي وانتي قاعدت مش انتي لك وانتي عايزة الفيلا جيت جدتي جدتي قلوية جدا تركيا هي بس قلوية جدا يعني بتقرأ كرآن كتير و بتصلي وبتاعها جيت قاعدت معنا وبتردت تشوفه احنا شفناه على انا مشوفناهش هو سيلفاتور بس مثلا كدنا صغيرينه كان عايزة ومونا كانوا بيلعبوا بيانو وكان فيه كتاب اسمه بونا كان محدود في الشنطة كده على الكنبة فبيتخنقوا روحات لأ روحات لأ روحات المهم لقوا الشنطة دي كلنا انا انا الشنطة دي ترفعت كده وكتاب بونا بيتشد طبعا احنا التلاتة من حتة الباب ده كلنا بنصوت مونا عايزة تدفي نور لقيت ايد بتدفيلها النور احنا شفناه بيخشي جوا الحيطة حاجات كده بقى بس كان ايه في المروع مش جايز كل دي اوهام لا 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 اكيد لا طبعا انا بس مش عايزة يتهمونا بالترويج لا احنا شفناه بيعنينا يعني محدش لا حكالنا يعني ده كان صاحب عايزة كان بايد في البيت اه وخرج من الحمام بدن مخشي قدت عايزة تفضل ماشي دغري على طول فانهم ونا قلنا اديت داخل ماشي دغري على طول فتلعنا عشان نشوفه لان ادخل لترويج بدون اي مبالغة ومش تهامش اه هجس يعني داخل جوا الحيطة داخل جوا الحيطة لا احنا شفناه يمكن هيقولوا علينا ماجا ننز لكن ده اللي حصل لا او انا بسمع تعبير يقولك البيت مسكون ده كتير او البيت فيه عفريت كتير يعني والبيت ازا حصلت فيه جريمة سابقة وفيه دم او مقفول بقاله مدة بتقال دايما عليه هذا التعبير بس انا شوية عشان يعني بميل للعقل دائما فلكن فيه فيه ناس فيه ناس بتقولوا اللي هو الـ sudden death دور بيقولوا اللي هو كده بيبقى هايم يعني وكملته في البيت بقى ولا قلت له احنا زي بنيمشي لا 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 عادنا فيه عادنا بتاع 45 سنة بس كان صاحبنا بقى يعني يمشي بفنوس يمشي بسبعة يعني مكانش بيقزي